في البرنامج توقفنا مع ضيوفنا حول أهمية الدعوة لتجديد الفكر والخطاب الديني وكيف نواجه التطرف الفكري بمختلف أشكاله عن الدين والمجتمع والعلوم الحديثة والتعليم وحقوق المرأة وأيضاً عن مغزى آلاف الفتاوي اللي بتتناول الحياة اليومية وتحدد للناس أفعالهم وتحرم وتحلل سلوكيتهم هناك دعوات دائمة لتجديد الخطاب الديني أنت ترى أن ما يلزم تجديده هو الفكر الديني صحيح وليس الخطاب الديني صحيح على اعتبار أن الخطاب سيكون انعكاس لهذا الفكر تمام طب بعد الشرحة لهذا الموضوع لأنه مهم الفكر الديني هو الفقه الإسلامي واللهوت المسيحي الخطاب الديني ده إن واحد يقف يوعظ ولما واحد يقف يوعظ مسيحي أو مسلم يتكلم عن القيم العامة لكن بيبقى الفقه فقه واللهوت لهوت فإحنا عايزين اللهوت المسيحي ينظر إليه نظرة بحثية بحيث أنه يكون فيه تقبل الآخر برغم الاختلاف في اللهوت وأيضاً الفقه الإسلامي لازم يكون فيه فصول في كتب الفقه الإسلامي تقول إيه موقفهم من المسيحيين يعني يعكس الفكر نعم يعني يكون فيه فقه ولهوت الآخر هل إحنا بنجدد الخطاب الديني أم يجب أن يسبقوا تجديد الفكر الديني هو أنا طبعاً متخصص في مصطلح الخطاب أي الخطاب لا يكون إلا تعبيراً عن فكر ليس مجرد كلام فالخطاب والفكر متلازمان لا ينفصلان وبالتالي تجديد الخطاب يعني تجديد العقل وتجديد العقل لأن العقل لا يفكر في الهواء في البحاث العلمية الدقيقة والتجربية الآن ثبت أن أنا نفكر باللغة يعني من يقول لك إن في ذهن فكرة ولا أجد الكلمة التي تعبر عنها إسخر منه هو ليس في ذهنه شيء لو كانت في ذهنه الفكرة لتبلورت في كلمة لأن الفكرة تتخلق تولد تولد يعني اللغة هي بيت الفكر كما أنها بيت الروح كما أنها بيت الإنسان كما أنها بيت الثقافة كما أنها كنز المعرفة وكنز العلم في رأيك من الذي يقوم بهذه المهمة المؤسسات الدينية أم جموع المثقفين أم من كلهم أولا بس أنا عايز أقول أنه قضية تجديد الفكر الديني مطروحة على المصريين والعرب منذ القرن 19 آخر دراسة عملها رفاعة رافع التهطاوي كان اسمها القول السديد في الإجتهاد والتجديد قبل وفاته مباشرة وكان بيتكلم فيها عن التجديد الفقه وأنه ضرورة إعادة فتح باب الإجتهاد ثم تكررت المسألة مع الأستاذ الإمام محمد عبد ومفتي الديار المصرية وقتها وتكررت بعد ذلك في أشكال مختلفة ربما إلى اليوم الجديد في الفترة الأخيرة أننا نجد أن رئيس الجمهورية بنفسه هو الذي يطالب به لماذا؟ لأنه عدم التجديد وصل بنا إلى أننا بقى فيه عندنا ناس إرهابيين وقتلة وبقى عندنا فيه ناس طلعين يرفعوا السلاح على الجيش المصري وبقى فيه عندنا ناس جايين يقولوا والله سينة دي تنتزع من مصر ونعمل ولاية شمال سينة وكل هذا الإرهاب وهذه الدعوات المغردة وهي في جوهرها لو رجعنا لتاريخها دعوات استعمارية متغطية بالغطاء من الفكر الديني بالغطاء من الفكر الديني وبالتالي التجديد هنا مسألة ضرورية ومسألة حياة أو موت طيب كنا في أول الحلقة بنتحدث عن ضرورة سن تشريع يجعل التكفير جريمة أظن لو عملنا ده هيكون جزء من هذا التجديد دائما ما نتحدث عن ضرورة تجديد الخطاب الديني حضرتك بتقول أنه لا الأول نجدد الفكر الديني الخطاب الديني يقوم في تجديده على عملية عقلية على قضية الاجتهاد يعني لا يمكن أن أقول بأن أنا أمام تجديد خطاب الديني إلا إذا سبقه بالفعل فكرة الاجتهاد وأعمال العقل ورصانة العقل العقل هو المحور في العملية الاجتهادية العقل هو المحور في العملية الإفتائية يعني لا يمكن بحل من الأحوال أن أفهم النص الشرعي ولا أفهم الواقع إلى من خلال هذه العملية العقلية التي تدور في ذهني والتي هي مركبة من عدة مقدمات مقدمات في مستوى فهم لنص الشرعي ومقدمات في مستوى فهم للواقع هذا كله في الحقيقة لا يأتي بين يوم وليلة إنما يأتي التخصص فيه والبراعة فيه والإبداع فيه من خلال الجلوس سنوات للتعلم وأيضا الجلوس سنوات أو فترة لأجل التدريب والتأهيل لأن الملكة هنا الملكة التي استطيعنا استنبط بها حصلت بالفعل من خلال التكوين العلمي لكن المهنة أو المهنية هذه نحن نسمي الفتوى صنعة ونسميها حرفة يعني زي أي مهنة من المهن زي مهنة المحاماة زي مهنة الطب هل يليق بإنسان تخرج الآن من كلية الحقوق مباشرة وبعدين نعطيه تصريح بأن يمارس مهنة المحاماة ويخاطب القضاء مباشرة دون أن يجلس فترة للتمرين والتدريب هي نفس الفكرة تماما الممارس العام في المستشفيات بيظل فترة ممارسة عام ثم بعد ذلك يتخصص فلابد من عملية المهنة والحرفة في قضية الإفتاء هذا كله مركب من عمليات عقلية فالفكر أولا العقل أولا الاجتهاد أولا التكوين العلمي أولا وفهم الواقع ومحددات هذا الواقع ثم الانطلاق إلى الفتوى وإلى تجديد الخطاب الدين اشتركوا في القناة